اهلا وسهلا بكم في قناة الطبخ فاطمة كويزين اليوم سنحضر متلاجات بذوق الليمون حضرت خلطة واحدة وتحصل على ثلاث انواع متلاجات متلاجات الاولى جاية كريمية اللون انتحها يميل الى الابيض يعني كريبوني كريمي الوصفة التانية كريبوني الكلاسيكي العادي حضرتها بهذه الطريقة تقدر تستعمله فليكورني وتاني حضرت سوغبي او سيترون او عصير ليمون متلج ستشوفوه في الصورة وما تنسوش اخواتي لعجبكم الفيديو ديروا لي جام وخلوا لي تعليق تحت هذا الفيديو والان سنمر مباشرة الى طريقة التحذير بسم الله في هذه الوصفة سنحتاج الى اربعة ليمون سنعصرهم ونحتاج ثاني الى القشور ونحتاج الغابة ليمون عندما عصرت الليمون نحضره هنا 250 ملال عصير ليمون هنا الى القشور تعملت قشور تعملت زوج حبات ليمون بالنسبة للسكر في الاول استعملت 250 غ من بعدها اعاودت 50 غ يعني في الوصفة كامل استعملت 300 غ و بالنسبة للقشور الليمون استعملت قشور تعملت زوج حبات ليمون وضع 600 مليلتر انتعمة نضيف السكر وضع كمية قليلة وضع كشور الليمون وضع كشور الليمون نقص كشور حول النار نقص كشور الليمون يجب أن تستعملوا كاسرونة كبيرة و لا يكون عندها ارتفاع نضيف السيرون تغليل لمدة ثلاثة دقائق و لا ربعة و من بعد نعود للوصفة بعد الثلاثة دقائق نضيف العاصير المتبقي و قشور الليمون نحركه قليلا و نغطي الكاسرونة حتى يبرد تماما بعد ما برد سيروتا عنا و هنا ملاحظة من يكون السيرو يغلي في هذه اللحظة اضوقوا سيروتاكم إلا كان خاصة السكر زيدوا له شوية سكر هنا بعد ما سيروا برد تماما سنصفوه و هذا قشور الليمون تقدروا تستعملوهم في وصفة أخرى و سيرو اللي صفيناه سنغطوه و بعدها نوضعوه في المجمد لمدة ساعتين و ثلاثة يعني ما تخلوه حتى يجمد تماما غي يجمد شوية نعاود و نخرجوه من المجمد هنا بعد مرور ساعتين خرجته من المجمد و غادي نميكسوه و غادي نكرر هذه العملية أيضا مرة ثانيا نعاود نغطيه من مضعه في المجمد و نعاود و نخرجوه ثاني في هاته المرحلة لا بغيتوا تستهلكوه كعاصير موتلج يعني سوقبي و سيدخوم يعني هنا راه واجد مباشرة تعمروا للكوقوس تاكم و تقدموه كما غادي تلاحظو في الصورة هذا هو السوقبي و سيدخوم و لا بغيتوا تحضروا متلاجات غادي نكملوا الوصفة العلبة تعاودوا تبلعوها وتوضوها في المجمد و تخلوه حتى يجمد دمليح من بعدها بالميكسر تقعدوها كاك تميكسوه في الخاليط التاعكم حتى تتحصوا على خاليط يكون مثل التلج هذا هو الكريبوني العادي يعني الكلاسيكي تقدروا توضعوه في بوشادو يتوضعوه في الكورني و لا توضعوه في هاد القوالب اللي لكم تشوفو فيهم في الصورة قد نملقوا القوالب التاعنا بالخاليط البتلج ولا الكريبوني تملقوهم بعد تمسحوهم مليح بعد تعاودوا ترجعوهم للمجمد باش يتماسكو لكم مليح بالنسبة للاخوات هاد القوالب الشديد هم من الجزائر يعني جبتو معايا من البلاد هنا بعد ما تملسوهم مليح تقدروا توضعوهم في بلاطو وتوضعوهم في المجمد حتى يتماسكو و لا تستهلكوهم وبالنسبة للنوء الثالث الكريبوني يأتي كريمي هنا عندي كريمة الخفق واللاشانتية 250 غرام خفقتها حتى تماسكت إلا كانت عندكم سائلة خفقوها وإلا كانت ديجة مخفوقة حكموا منها 250 غرام بعد ما اضفت الوصول على الكريبوني الذي تبأ علي يعني هما تستاهلكوهم في هاد القوالب و L'alpaope و ثاني الوصول على الوصول على الكريبوني كريمي ووضعتها فيها علبة ووضعتها في مجمد ومني تمسكو كل مليح تقدروا والكم في القوالب هذا هو اللي وضعتها في المجمد يعني الكريبوني الكريمي شوفوا القاوة منتاعك يجي أحسن منتاع المحلات في الشكل وفي البنة وشهية طيبة دو كنت شوفوا تاني الأشكال الأولى اللي حضرناها يعني كما لاحظتوا بربعة ليمون حضرت جميع هاد الأشكال تقدروا تحضروا شكل واحد فقط هذا هو الشكل الأول بعد ما نزعته من القوالب ومدى بكم استهلكهم مباشرة كما تعرفوا المتلاجات يدوبوا بسرعة سيخطوا هادو اللي درتهم في القوالب وكما قلت لكم تقدروا تاني تستعملهم في الكورني وصلنا إلى لهاية الوصفة نتاع اليوم وإن شاء الله تكون عجبتكم نقول لكم مع السلامة وإلى فيديو جديد إلى اللقاء